قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع وأكده عشورا شهر محرم إذا صامه كله أو أغلبه فهو أفضل وأفضله يوم عشورا يوم عشورا كفروا الله به السنة الماضي ويسنن يصوم قبله يوما أو بعده يوما ليخالف اليهود لأن اليهود يصومون في يوم عشورا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصومونه قالوا لأنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله فنحن نصومه فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه أولئك الذين هدى الله يعني الرسل فبهداهم اقتدي فبهداهم اقتدي فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه لكنه ليس بواجب إنما وسن مؤكده ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال صوم يوما قبله ولئن بقيت إلى قابل لا صوم النتاسع والعاشر مخالفة لليهود مخالفة لليهود وفي رواية صوم يوما قبله أو يوما بعده لكن رواية يوم قبله أصح من رواية يوم بعده نعم وهو كالطارة سنة نعم يكفر السنة التي مضت يعني ما فيها من الذنوب ما فيها من الذنوب الصغائرة التكفير للصغائر أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة أما الصغائر فيكفرها الله بأشياء كثيرة نعم منها صوم يوم عاشر نعم جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه